موسيقى أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتتبعين على المنصات الاجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حديث الثلاثاء في هذه الحلقة أستضيف الزميل أكرم زاوي وهو باحث في العلاقات الدولية بنفس المركز لمناقشة موضوع ومستجدات الساحل بين الاضطرابات الأمنية والأزمة الديمقراطية مرحبا بك أكرم شكرا لك على الاستضافة شكرا تشهد مالي وجارتيها النيجير وبوركينافاسو إلى جانب أعمال العنف التي تنفذها حركات إسلامية متطرفة نزاعات قبلية كذلك وغيرها من المواجهات التي خلفت الآلاف من القتلى ومئات من المشردين وما زاد الأمر تعقيدا هو الانسحاب الفرنسي من مالي منتصف سنة 2021 ونذكر أن الوجود الفرنسي في مالي يعود إلى سنة 2013 عندما تدخلت فرنسا للمساعدة في إبعاد المتطرفين عن السلطة وستمر هذا الوجود على مدار العقد الماضي وتحول الساحل عندئذ إلى حاضنة لمجموعة من التهديدات الأمنية الحقيقية التي جعلت منه ومن هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من مستقبل الاستقرار في المنطقة ككل ووفقا لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أو ما يسمى بـ Armed Conflict Location and Event Data Project فقد زادت الهجمات التي تستهدف المدنيين في المنطقة من 381 في 2015 إلى 7108 هجمة في سنة 2021 مع سقوط ضحايا بلغ عددهم 12.519 قتيلا خلال الفترة نفسها وفي عام 2020 كانت سبع دول إفريقية ضمن قائمة الدول العشر الأكثر عرضة للإرهاب أبدأ معك بأول سؤال أكرم دائما في هذا السياق ما هي آخر تطورات التي تعرفها منطقة الساحل الإفريقي وما الذي أدى إلى كل هذه النزاعات واندلاع هذه الأزمات من الأشياء الجديدة التي لاحظناها بالرغم أنها كانت موجودة حتى من قبل في الماضي وفي تاريخ تلك الدول لكن الشيء الذي تطور حديثا هو انتشار ظاهرة الانقلابات في المنطقة منذ أول انقلاب في مالي في ماي 2020 ثم فيما بعد الانقلاب الثاني في مالي وكان الشخص وراء هذين الانقلابين هو نفسه وهو أسيمي جويتا الرئيس الحالي لجمهورية المالي وكان هناك انقلاب كذلك في بوركي نافاسو في بداية سنة 2022 فبدأت السنة في بوركي نافاسو مع هذا الانقلاب طبعا الاثرابات الأمنية يعني تمثلت وتجسدت وتبلورت كذلك في تشاد مع هجوم أتى من جنوب ليبيا نفذته مجموعة مسلحة وهي كذلك مجموعة من المعارضة للنظام تشادي لنظام إدريس ديبي الأب لكن كذلك محمد ديبي الإبن الذي يعني تولى رئاسة الجمهورية أو تولى رئاسة الانتقال في تشاد بعد وفاة أبيه مع العلم أن سقط إدريس ديبي ضحية بعد هذا الهجوم الذي نفذته هذه المجموعة المسلحة التي أتت من جنوب ليبيا فعموما أعتقد أن هذه الانقلابات هي ظاهرة يعني هي أهم ظاهرة نلاحظها الآن في الساحل وهي الظاهرة التي تجلب أو تؤثر شيئا من التخوفات في مختلف العواصم التي تهتم بالشأن السياسي وبالشأن الأمني في الساحل لكن ربما كالمعتاد أعتقد أن هناك إطارات أوسعة من الساحل في الواقع هناك ظاهرة في الحقيقة هي يعني لا تخص الساحل الغربي فقط لأن عموما عندما نتحدث عن الساحل نتحدث عن الدول عن أعضاء جماعة الجي فايف ساحل لكن السودان هو جزء من الساحل الجيوغرافي التقليدي كذلك وهناك دور مهم يلعبه العسكر حاليا تاريخيا طبعا لكن حاليا كذلك في السودان فهذا إطار أول الإطار الثاني في اعتقادي هو إطار الانقلابات أو الاثترابات السياسية عموما في غرب أفريقيا أو في وسط وغرب أفريقيا مع العلم أن شاد ليست عضوة في المنظمة الإقليمية لغرب أفريقيا بل أنها عضوة في المنظمة الإقليمية لوسط أفريقيا فاثترابات كذلك في بعض الدول الأخرى لاحظنا مثلا بعض المظاهرات في دول صديقة مثلا في سنغال إنقلاب آخر كذلك في غينيا ومحاولة إنقلاب قبل أيام الأسبوع الماضي في غينيا بيساو لكن إذا وسعنا الإطار أكثر فنجد أن ليبيا كذلك هي في حرب أهلية والأزمة الليبية لعبت دورا أساسيا في توتر الأوضاع كذلك في مالي سنة 2012 والآن في تشاد سنة 2021 طبعا بعض الديناميكيات هي أبعد من الديناميكية الليبية مثلا في بوركينافاسو لكن هكذا بدأت الحرب في مالي وفي تشاد مع العلم أن هناك حدود بين شمال مالي وتشاد وليبيا طبعا هذا ليس الحال بالنسبة لبوركينافاسو والإطار الآخر هو زعزعة الأمنة والاستقرار أو النظام السياسي في دول أخرى يعني حتى في تونس مثلا لاحظنا أن هذا ما حدث في الصيف الماضي وهي في الواقع يعني هناك بعض الفائلين على أقل في تونس الذين يعتبرون أن هذه محاولة انقلاب ففي اعتقادي هناك الإطار الخاص بالساحل طبعا هذه الحركات المتطرفة أو المتمردة الموجودة في المنطقة بعض الأشياء الأخرى الديمغرافية مثلا هناك 20 مليون ساكن مثلا في مالي في طبعا الأرض كبيرة أو مساحة مالي هي كبيرة وهي مهمة إلا أن جزء كبير من تلك المساحة هي يعني صحراء كما تعلمين فالوضع في الساحل الوضع في أفريقيا عموما وكذلك يعني بعض الروابط وحتى في الخطابات وفي المصطلحات المستخدمة هناك عبارة مثلا نلاحظها كثيرا هي عبارة تصحيح المصير واستعملت في تونس واستخدمت في السودان والآن تستخدم كذلك في مالي فكيف مختلف هذه الوضعيات في نهاية المطاف يعني تؤثر على بعضها نعم سنعود إلى هذه النقطة المرتبطة بالسرديات وبهذه الكلمات المستعملة في الخطاب من مختلف الجهات سواء المؤسسات أو الإعلامية إلى غير ذلك الآن نرى أن فرنسا تحتفظ بحضور أمني قوي في منطقة الساحل الإفريقي وذلك منذ تدخلها العسكري كما ذكرت في مالي منذ سنة 2013 من خلال معروفة بعملية برخان في عام 2015 واستمر هذا الحضور في الأوين الأخيرة عبر قوة تاكوبا بقيادة فرنسا دائما للاتحاد الأوروبي التي انضمت إلى عمليات تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة غير أن كل هذه العمليات التي قادتها فرنسا عانت بين قوسين من نوع من افتقار للرؤية فنجم عن تدخلاتها مجموعة من الخسائر في الأرواح ودفعت بالآلاف من السكان إلى الفرار أمام الوجود العسكري الفرنسي والذي أثرنا وعنما كذلك حتى على الرأي العام في فرنسا بالنسبة إلى الوجود الفرنسي في هذه المنطقة وكيف يمكن تفسير عاجز فرنسا يعني على إيجاد حلول فعالة لصعوبات التي تواجهها منطقة الساحل الإفريقي في اعتقادي فرنسا يعني تواجه مشكلة أولا أنا أظن أن علينا أن نضع الأشياء في إيطاريا مجددا أو هذا الحضور الفرنسي هو من خمسة آلاف جندي على مساحة هي من خمسة مليون كيلومتر مربع فبالتالي هذا التواجد الفرنسي العسكري والأمني هو يعني نسبي في نهاية المطاف هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي أني أظن أن فرنسا وفرنسا ولوند بالتحديد الذي بدأ التدخل الفرنسي بعد مطالبة من مالي لأن كان الأمر يعني أنا ذاك يعني محاولة الدفاع عن العاصمة باماكو بعد هجوم الحركات المسلحة الآتية من شمال مالي فكانت هناك أولا ثقة في النفس ثانيا شرعية شرعية شعبية سياسية قانونية دولية وثالثا كان هناك شعور بالمسؤولية فرنسا كانت تتشعر بأنها تتحمل مسؤوليتها مجددا يعني في الظرف الزمني الذي تولى فيه خانسوة ولوند رئاسة الجمهورية الفرنسية لكن بعد هذا التدخل الذي بدأ في 2013 في شمال مالي والذي انتشر فيما بعد في 2014 و2015 وشمل الساحل الغربي بأكمله مع عملية برخان فعلا الفرنسية لكن كذلك مع تواجد الأمم المتحدة وكذلك عبر تأسيس الجي سانك ساحل جي فايف ساحل جانب المؤسسات فعلا يعني محاولة بلورة تركيبة مؤسساتية على المستوى الأمني لكن كذلك على مستوى التنمية وربط مسألة التنمية بالأمن كانت يعني من أولويات تأسيس الجي فايف ساحل فهذه نقطة عندما انتهت ولاية فرنسوا ولند ووصل إمانويل مكرون إلى الحكم في 2017 عموما الفرنسيون لم يسمعوا الكثير عن منطقة الساحل إلا أن مثلا في فترة ما قبل الانتخابات نيكولاس ساركوزي الذي كان عندئذ يحاول أن يرجع على الساحة السياسية كان يتحدث كثيرا عن الساحل في خطاباته السياسية قائلا مثلا أن هناك تقريبا أن في المستقبل القريب كان عدد سكان الساحل سيرتفع إلى 200 مليون وأن بالتالي كان ذلك يشكل خطر على فرنسا كان سيهدد فرنسا مع ظاهرة الهجرة طبعا والآن يعني الهجرة والأمن هما الاهتمام الأول والثاني للفرنسيين للانتخابات الرئاسية القادمة مع العلم كذلك أن أول مجموعة أو أول جالية من إفريقيا جنوب الصحراء في فرنسا هي الماليين كذلك مع تواجد يعني في بعض المدن في جوار باريس مثل مونتخوي مثلا وحالات أخرى ربما كي نربط كذلك المسألة المالية والساحلية بما يحدث في فرنسا داخل فرنسا ربما تتذكرين ما حدث مع زياد وبونا سنة 2005 والمظاهرات والإضطرابات الكبيرة التي كانت قد حدثت في الظواحي الفرنسية عندها فبونا مثلا هو مواطن موريتاني على كل حال عندما وصل إمانويل مكرون إلى الحكم كان يريد أن يساعد أو أن يدعم الجيش الفرنسي أكثر فمثلا كان شاركة في المظاهرة الكبيرة العسكرية ليست مناورة عسكرية لكن هذه اللوكاتور جوية وكان على دبابة وهذا كان يعني أو على عربة عسكرية على الأقل وهذا كان يعني أنه كان يريد أن يهتم أكثر بالشأن العسكري وبالتدقل العسكري فذهب مثلا إلى وجادوغو فيما بعد سنة 2017 كذلك فكان يريد أن يبين أن في رغبته أن يساعد أكثر الدول الساحلية مسألة أخرى مثلا قد نذكرها هي مسألة تغيير تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الجيوش مثلا هذه كانت كذلك نقطة مثيرة للإهتمام فرويدا رويدا التركيبة المؤسساتية في الساحل تغيرت مثلا مع تأسيس التحالف من أجل الساحل هناك تحالفين في الواقع من أجل الساحل لمحاولة التنسيق مع الأوروبيين النقطة الثانية كذلك هي بعض المبادرات التي أعلنت في قمة بياريتس لمجموعة السبع سنة 2019 فكان هناك مخطط جديد من أجل الساحل وكذلك هذا التدخل الذي ذكرته وهو تاكوبا ما كان المنطق وراء تاكوبا هي سوف نحاول أن نهتم أو أن نعطي الأولوية لمنطقة الحدود الثلاث بين بوركينافاسو والنيجر ومالي أولا ثانيا الأولوية هي داعش في الصحراء وثالثا سوف نحاول أن نقوي التنسيق بين أدوان الأوروبية سيتحول هذا التدخل إلى تدخل أوروبي لأن مثلا طبعا سورة فرنسا تدهورت كثيرا في المنطقة وهذه الانقلابات التي وقعت هي جواب كذلك على تدهور سورة فرنسا لكن كذلك جواب إلى تدهور الوضع الأمني بصفة عامة وهناك تحميل فرنسا للمسؤولية في هذا التدهور لأن وسوف أختم هكذا أنا في اعتقادي كانت هناك رغبة حقيقية من فرنسا أن تحاول أن تسوي الأمور في الساحل لكن في اعتقادي كذلك وعلى عكس ما يقال في بعض الأحيان أنا أعتقد أن فرنسا والأوروبيين بصفة عامة قد يعتقدون أن في المدى البعيد الأزمة الساحلية سوف تتحول إلى أزمة أوروبية كذلك لكن ليست هناك عمليات إرهابية ترتكب في أوروبا باسم مجموعات مسلحة ساحلية في نهاية المطاف الإشكاليات هي إشكاليات محلية إثنية عرقية على الأرض إلى غير ذلك وثانيا حتى الهجرة أنا لا يعني ليست لدي معطيات على الأقل أن تدهور الوضع الأمني ساهم في هجرة إلى أوروبا وقد ذكرت قبل قليل الرابط بين ما هو أمني وما هو تنموي من اقتصاد وكذلك من هجرة أمام كل هذه الرغبات والأولويات لمجموعة من البلدان من بينها فرنسا في نفس الوقت تأكدوا بالملموس ربما وجود نموذج أمني متناقض نوعا ما في منطقة الساحل الإفريقي تحاول فيه المقاربة الأمنية الدولية أن تجهز على تطلعات المجتمعات المحلية عبر اعتماد تدبير أمني للأزمات يستندوا على وقد ذكرت خطاب تصوير منطقة الساحل كقاعدة إسناد للخلايا المتطرفة العنيفة الموجودة في أوروبا ويقابل هذه السردية أو هذا الخطاب رؤية أخرى محلية ذات ثقل مجتمعي وازن تعتبر أن الأمن لا يتحقق إلا بتنمية اقتصادية حقيقية محلية تجيب على انتظارات المجتمعات المحلية أولا وقبل كل شيء وأن المخططات الجيوسياسية الملتبسة للغرب هي ما يهدد الأمن في هذه المنطقة أي منطقة الساحل الإفريقي إلى جانب هذا التنقض الحاصل بين سواء التطلعات المحلية والمصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى أو العظمى بالمنطقة يبرز اختلال آخر عميق يتجلى في نوع العلاقة ما بين ما هو مركزي وما هو أطراف هل هناك مخرج في المستقبل لربما وضع حد لهذه الأزمات والترابات مع اختلاف كل هذه الرؤى من بين ما هو محلي وما هو دولي وكيف يتطلع الطرف للآخر وعكس ذلك نعم أتفق معك كل هذه النقاط مهمة جدا أولا هناك فعلا الجنب المحلي للأشياء وعلينا مثلا أن نحاول أن نفهم بدقة أكثر لأن في بعض الأحيان يعني حتى الحكومات في تلك الدول لا تعلم ما يحدث في أراضيها فهناك ديناميكيات على المستوى المحلي لكن كذلك داخل مختلف المجموعات المسلحة مع انشقاقات مع بعض المجموعات مثلا هناك بعض المجموعات التي تحاول في بعض الأحيان أن تكون لها أن تدير حوارا مع السلطات وهناك مجموعات متطرفة أكثر إلى غير ذلك وربما هذا يساعدنا على تفسير لماذا تم التركيز على داعش مثلا في منطقة الحدود الثلاث هذه النقطة الأولى فأن نحاول أن نفهم كيف ينتشر العنف على أي أساس بأي روابط بين الناس بين الأشخاص بين المجموعات إلى غير ذلك فهذه نقطة أولى لأن في نهاية المطاف المقاربة كانت مقاربة ساحلية نعم مع G5 ساحل لكن كذلك في بعض الأحيان كانت مقاربة محلية جدا مثلا محاولة إيجاد مثلا منطقة الحدود الثلاث هذا جواب أمني لكن كذلك محاولة إيجاد بعض الاتفاقات المحلية بين أطراف مختلفة كي نصل إلى السل مثلا في وسط مالي أو مثلا بعض التركيبات المؤسساتية في منطقة لبتاكوغورماما بين مالي والنيجر هناك هيكل مختص في تنمية تلك المنطقة في بعض الأحيان المقاربة التنموية كذلك قد تشمل الساحل بأكمله مثلا الجدار الأخضر الكبير الذي سوف تساهم فرنسا وسوف يساهم كذلك الاتحاد الأوروبي في تمويله فهذه نقطة النقطة الثانية في مسألة انتشار الأفكار والعنف لغير ذلك طبعا هناك فكر سلفي تطور في المنطقة لكن طبعا السلفية والجهادية والمجموعات المسلحة هي شؤون مختلفة لكن هذا يبين كيف يعني الأفكار كذلك تنتقل من مكان إلى آخر والأسلحة كذلك طبعا السؤال الذي يطرح نفسه نحن رأينا كيف مثلا الأزمة في ليبيا تساهمت في زعزعات الأوضاع في تشاد وفي مالي لغير ذلك لكن في اعتقادي هذه المجموعات المتطرفة الآن لا تصدر الآن على الأقل الكثير من العنف يعني تستورد العنف إن صح التعبير لكن لا تصدره طبعا هناك مخاوف مثلا حول يعني المشكل محلي ويبقى حتى يعني نتائجه محلية نعم ينتشر إلى بلدان أخرى مثلا تزعزعت الأمور كثيرا في بوركينافاسو في السنين القليلة الماضية لكن هل من الممكن مثلا أن يصل إلى خليج غينيا أن يصل إلى الدول المجاورة على ساحل المحيط الأطلسي هذا سؤال يطرح نفسه لم تتجلى هذه الأمور بعض على الأقل والنقطة الثالثة هي فعلا جزء الجيوسياسة في العنف يعني ما هو جزء العنف الجيوسياسي في العنف في المنطقة بمعنى هل القوى الأجنبية تساهم فعلا في زعزعات الأمور إلى حد ما ربما هناك كذلك بعض القوى الامتهازية في المنطقة يعني هذا أمر واقع لكن في اعتقاد المحلي هو غالب على الجيوسياسي لماذا هذا السؤال؟ لأن مثلا في الأبحاث التي تركز على منطقة الشرق الأوسط من الواضح أن الكثير من الأزمات مستوردة بمعنى أن التدخلات الأجنبية هي تسببت في الكثير من العنف في المنطقة مثلا في العراق وهناك بعض المفاكرين الذين يعتبرون أن الحرب في العراق هي بداية مرحلة جديدة رجوعا إلى الساحل فعلا هناك مرحلة جديدة في الساحل ذكرت مثلا في بداية الحوار أن إيمانويل ماكرون أعلن على رغبته في إنهاء برخان وسوف تنتهي في الأسابيع القادمة لكن هذا لا يعني أن الفرنسيون لا يرغبون في أن يبقوا في المنطقة وكذلك الأوروبيون لكن سوف يتحول تواجدهم سوف تتحول المنهجية نعم كما حدث إلى حد ما مع تكوبا لكن كذلك كما حدث في 2013 كانت عمليات سيرفال وفي 2014 أصبحت عمليات برخان فسوف يتحول التواجد الفرنسي النقطة الأخرى هي نقطة التنسيق بين فرنسا والأوروبيين بين فرنسا وتلك الدول وهناك أزمة ديبلوماسية الآن بين فرنسا ومالي مع ترد السفير الفرنسي في باماكو فبين فرنسا وحلفائها في الساحل لكن كذلك بين الساحل وبعض المناطق الأخرى لأن هناك حوار دائر الحوار ليس جيد وتنسيق ليس جيد ولكن هناك محاولات وكذلك طبعا الإطار الدولي مع الأمم المتحدة والإطار الإفريقي الآن الاتحاد الإفريقي يحاول أن يبني هيكلا جديدا للأمن في القارة فهناك كل هذه المجهودات نعم إذا سراجعت مثلا الجهود الأجنبية فإن ربما ديناميكيات ساحة المعركة ستتحول ربما بشكل حاسم لصالح الجماعات الإرهابية في الصومال مثلا وسأعطي يعني مثال هل يمكن أن يتكرر هذا يعني السيناريو ربما الأفغاني كما رأيناه مؤخرا حيث تقوم حركة الشباب يعني بالاستيلاء على السلطة في مقدشو مثلما وقع يعني بالنسبة لطالبان في كابول هل هذا السيناريو محتمل؟ أول نقطة ربما على مصطلح المجموعات الإرهابية مثلا فرنسا تتحدث عن مجموعات إرهابية إسلامية تيروريسي إسلاميست ويسمون بيتيس يعني هناك عبارة موجودة في الأوساط الأمنية الفرنسية مثلا لكن هناك خلاف وسوف يتعمق طبعا بين فرنسا وحلفائها ومالي بالذات مالي تعتبر أن هناك أنتلكي هي مجموعات من المعارضة المسلحة ولكن أن من الممكن أن نتحاور معهم فليس هناك تصنيفهم كإرهابيين بالضرورة يعني هذه نقطة من هو الإرهابي ومن لا هو الإرهابي من الممكن أن نتحاور وربما تذكرين كذلك بعد عودة سوفي بيتخونة وهي مواطنة فرنسية اختطفت في مالي عندما عادت إلى فرنسا لأول مرة مع علمنا الدبلومالسية الفرنسية كانت تساهمت كثيرا في تحريرها كانت هؤلاء مجموعات مسلحة وكانت كذلك اعتنقت الإسلام تعتبرها مجموعات مسلحة من المعارضة ولكن في نهاية المطاف لم تعتبرهم إرهابيين فهذه نقطة ربما النقطة الثانية طبعا هناك الكثير يعتبرون أن هذه إمكانية أن تستلي هذه المجموعات السلطة في بعض الدول الإفريقية كان هذا خطرا حقيقيا في 2012 و2013 مثلا في بداية الحرب في مالي لكن رأينا مثلا في إثيوبيا بالرغم أنها دولة عظمى والكثير يعتبرونها نموذج بحكم تنميتها ونسق تنميتها إلى آخره لكن هددت بعض المجموعات المسلحة العاصمة قبل أن تتراجع في جمهورية وسط إفريقيا كذلك كان هناك هجوم من مجموعات المسلحة على العاصمة لاحظنا ذلك في جامينا كذلك كذلك كان هناك هجوم حتى في منطقتنا في المغرب الكبير في المغرب العربي كانت هناك محاولة لاجتياح العاصمة من خليفة حفتر فهذه ظواهر موجودة على القرى الإفريقية في بعض الأحيان هذه إمكانية نعم آخر سؤال في هذه الحلقة كيف يمكن إعادة بناء الثقة في الحكم المركزي لدى المجتمعات أو مجتمعات الأطراف بأولوية قصوى في كل البرامج سواء الوطنية أو الدولية التي تحاول توفير إجابات على حالة عدم الاستقرار التي تعرفها المنطقة منطقة الساحل الإفريقي لتغيير مرة أخرى السرديات المعتمدة سواء دوليا أثناء التعاطي مع حل أزمات هذه المنطقة نعم قبل أن أرد على هذا الجواب هناك إمكانية حول الجواب السؤال الأخير نعم هي إمكانية لكن كذلك يحدث تنسيق بين دول إفريقية أنت مثلا ذكرت سوماليا نعم السومال عفوا وكان هناك تدخل من إثيوبيا ثم تدخل من كينيا لوضع حد لهجومات الشباب أو بعض المجموعات الأخرى فهناك تنسيق في إفريقيا وهناك كذلك مساندة ومساهمة كذلك من دول خارج إفريقيا هذه نقطة باختصار لكن طبعا سابقة طالبان يعني لا تبشر بالخير بالضرورة بين قوسين ثانيا يعني ردا على ما قلت ودور المجتمع المدني ودور المجتمعات بصفة عامة في النسق وفي النشاط السياسي في تلك الدول هناك الكثير من المجموعات التي تنتمي إلى المجتمع المدني والتي هي فاعلة الآن مثلا الآن بسبب تدهور الأوضاع في بوركينافاسو نسينا أن في 2014 بلاس كومباوري غادر الحكم بسبب مظاهرات كبيرة ضد حكمه وكانت هناك منظمة اشتهرت عندها البالي سيتويان وكانت يعني مثلا تحاول أن توفر لكن كذلك أن تدين ظاهرة الفساد في بوركينافاسو وفي يعني إدارة الشأن العام في بوركينافاسو في مالي كذلك هناك حركة خمسة جوان كان يقودها الإمام محمود ديكو وهي كذلك حركة موجودة في مالي وتحاول أن تنصق بين أطراف متنوعة من المعارضة مع بعض الشخصيات الدينية كذلك وهناك بعض المجموعات الأخرى أو التحركات الأخرى يعني حتى في بعض الدول الأخرى من الجوار مثلا حركة يونمار في سنغال فالمجتمع المدني فعلا موجود وله أن يلعب دورا هناك كذلك بعض المحللين الذين وفي هذا المركز بصفة عامة بعض المحللين الذين يتحدثون عن إمكانية عقد اجتماعي جديد ربما نحن نحاول أن نفهم ما يكون دور الجيش في هذا العقد الاجتماعي لماذا؟ لأن الإنقلابات في بوركينافاسو وفي مالي تتمتع بشعبية قوية جدا على عكس تماما مثلا ما يحدث في السودان حيث المجتمع المدني على عكس ذلك هو يعني يحاول أن يتصدى للحكم العسكري هناك فربما قد يكون هذا الحال لكن طبعا كالمعتاد المشكلة بعض الإنقلابات هي يعني السلطات الجديدة تعلن عن مبادرات تعلن عن أخذ بعض الإجراءات سريعة إلى خيره تقول أنها تحقق بعض الأشياء أنها تكتسب أشياء للناس في الأمن في الاقتصاد إلى غير ذلك لكن بعد فترة من بضعة أشهر بصفة عامة لا تحقق الكثير وثانيا يمكن أن يتحول الحكم إلى حكم قاسي جدا هذا مثلا ما لاحظناه في مصر فهذه هي إشكالية حقيقية مع العلم أن مالي مثلا كانت تتمتع بشيء من الديمقراطية في الحقيقة منذ أوائل التسعينات كانت هناك ديمقراطية مع انتخابات إلى غير ذلك لكن ونعود إلى مسألة الأمن بجميع مكوناته عندما يفقد الأمن عندما تتدهور الأوضاع عندما تصل إلى حد ما يعني الديمقراطية قد تنهار كذلك الديمقراطية تكون هشة في غياب مثلا طبقة وسطى قاوية في غياب جماهير أو في غياب ناخبين مواطنين في نهاية المطاف يعتبرون أن من الممكن أن يحققوا شيئا عبر الديمقراطية فالتركيبة هي في الحقيقة صعبة جدا بسبب كل هذه التحديات التي ذكرناها لكن هناك مجتمع مدني قوي طبعا تختلف الأوضاع بين مختلف الدول لكن هناك اكتسابات بالضرورة في بوركينافاسو مثلا والتنسيقات والحوار كذلك وجود إعلام إلى غير ذلك يعني إعلام ينور الناس كل هذا قد والتنمية طبعا كل هذا قد يساهم إلى تغيير الأشياء وأنا دائما يعني معجب كثيرا بما يحدث مثلا في السودان قوة المجتمع المدني في السودان هي التي تمكن الآن الدولة من انتقال إلى الديمقراطية طبعا دور العسكر بعض الجوانب الجيوسياسية الأزمة الاقتصادية الاقتصاد السياسي بصفة عامة في السودان لا يساعدون بالضرورة على تحقيق ذلك لكن نرى قوة المجتمع المدني كي أختم هناك نقطة أخرى ذكرتها هي نقطة الإعلام والمعلومة بصفة عامة مسألتين أولا مشكلة الأمية هي مشكلة قوية وكبيرة وثانيا يعني حدت أو عنف بعض الخطابات التي تروج وكذلك الأكاذيب التي تروج لغير ذلك لا تساعد على تأسيس نظام سياسي سليم وهذا تبين مثلا في إثيوبيا حيث انتشرت كثيرا انتشرت كثيرا بعض الخطابات حول إبادة التيجري أو مسائل كهذا فهي جملة من الأشياء التي علينا أن نجدها ولكن مجددا هناك أشياء يمكن أن تبنى ومثلا إذا أعطينا يعني أهمية أكبر بعض هذه المجموعات التي ذكرتها مثلا لبالي سيطويا عفوا في بوركي نافاس وقد تتغير السرديات كما تفضلت نعم نصل هنا إلى نهاية نقاشنا اليوم وأشدد وشكري لك أكرم زاوي على مشاركة في هذه الحلقة كان نقاشا شيقا ويعرف مجموعة من التساؤلات أثناء محاولة تفسير وتحليل مستجدات منطقة الساحل بين الاضطرابات الأمنية وكذلك الأزمات أو الأزمة الديمقراطية أشكر كذلك متتبعين ومستمعين على المنصات الاجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ونضرب لكم موعدا كعادتنا يوم الثلاثة القادم على الساعة الخامسة والنصف شكرا لكم اشتركوا في القناة